عقد بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن لقاء ضم مدير عام شؤون الاجتماعية الدكتور محمد حمود ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي وممثلي منظمات المجتمع المدني بمديرية صيرة ونقش اللقاء الذي حضره مدير إدارة الجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية بعدن عصام وادي ورئيس اللجان المجتمعية بمديرية صيرة محمد يوسف أهمية التنسيق المشترك بين مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن والسلطة المحلية بصيرة ومنظمات المجتمع المدني وكذا دور منظمات المجتمع المدني في مساندات جهود السلطة المحلية للتخفيف من المعاناة الإنسانية بسبب أوضاع الحرب في البلاد كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تنمية ورفع قدرات منظمات المجتمع المدني بمديرية صيرة من خلال تنفيذ دورات تأهيلية لرفع قدرات العاملين وكيفية إدارة المشاريع وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية لتسخير المشاريع للمديرية وأكد اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة من الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية بمديرية صيرة والتخطيط ومنظمات المجتمع المدني لتوفير مشاريع عبر المنظمات الدولية